الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا فأعددنا وحثنا على القتال عن أرضنا ومقدساتنا فاستجبنا وأدخلنا عليهم الباب فغلبنا وسدد رمينا وكبت عدونا وجعلنا من حراس مسراه وسدنة أرضه المباركة وقدسه الشريف والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بجهاد إلى يوم الدين وبعد يا أبناء شعبنا المجاهد الحر العظيم يا أمتنا الإسلامية والعربية يا أحرار العالم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مئة يوم على بدء معركة طوفان الأقصى هذه المعركة التاريخية المفصلية في حاضر شعبنا وأمتنا هذه الصرخة التي دوت في سمع الزمان وملأت بقوة الله بصر الدنيا لتحرر كل الشعوب والأمم المستعبدة ولتعطي نموذجا كيف للكف أن يناطح المخرز وكيف الاحتلال عنصري نازي بغيض يراد له أن يكون قدرا لشعبنا أن يصبح الكيان الأكثر بشاعة أمام كل العالم تارة بسحق كبريائه والرد على عنجهيته في السابع من أكتوبر وتارة بمواجهة بطشه وإجرامه في معركة أسطورية تبدو من نسج الخيال ودرب المستحيل نعود مئة يوم إلى الوراء لنذكر المتعامين والمتواطئين والعاجزين من قوى العالم الذي تحكمه شريعة الغاب نذكر بعدوان بلغ أقصى مداه على مسرانا وأقصانا وبدأ تقسيمه الزماني والمكاني فعلا ووحضرت البقرات الحمر تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة في قلب عروبتها ومسرى نبيها ومعراجه إلى السماء بل بلغت جريمة هذا العدو وحكومته الفاشية حد المطالبة بسحق شعب وتهجيره وتدنيس مقدساته علنا وقتله ببطء في غزة والضفة والقدس وفي فلسطين المحتلة عام ثمانية وأربعين وبات قادة العدو بسادية وعنصرية جبانة يتلذذون في تعذيب أسرانا وقتلهم في السجون ويشددون الخناق على غزة في السياق لإرضاء ناخبيهم وإشباع غرائز جمهورهم المعبئ بالحقد والكراهية على كل ما هو فلسطيني وعربي ومسلم فلم يكن أمامنا سوى أن نفعل ما امتلكناه من قوة ونذكر العالم بأن لهذه الأرض ولهذا المصرى رجال وأهل وحماه فكانت ملحمة السابع من أكتوبر التي جاءت لتدفيع الثمن لهذا المحتل وعصاباته التي ترتكب المجازر على مدار مئة عام ضد أهلنا وشعبنا وتحتل قبلة المسلمين الأولى وتسعى لإبادة شعبنا وتصفية وجوده يا شعبنا المعطاء يا أمتنا الكبيرة مئة يوم ارتكب فيها العدو المجرم مذابح يندى لها جبين الإنسانية وإن عدالة الأرض لو وجدت لحكمت على هذا الكيان بنزع السلاح ولقدمت كل قادته وجيشه للمحاكمة ولأوقعت بهم أشد العقوبة لكن العدالة المختطفة في هذا العالم حالت وتحول دون ذلك مما يزيدنا قناعة بصوابية ووجوب ما فعلناه يوم السابع من أكتوبر وما يفعله شعبنا ومقاومتنا منذ عقود من مقارعة للاحتلال والاعتماد على سواعد رجاله ومقاوميه وإننا أمام ما يمارسه المحتل الجبان منذ مئة يوم فاجأنا العدو من جديد وكبدناه ولازلنا نكبده خسائر فادحة وأثمانا باهظة فاقت وستفوق كلفتها ما تكبده الاحتلال يوم السابع من أكتوبر حيث استهدفنا وأخرجنا عن الخدمة خلال مئة يوم بفضل الله وعونه نحو ألف آلية عسكرية صهيونية توغلت في قطاع غزة في شماله ووسطه وجنوبه كما نفذنا مئات المهام العسكرية الناجحة في كل نقاط توغل وعدوان الاحتلال أعلننا عنها أولا بأول وقد أبدع مجاهدونا ولا يزالون رغم الفارق الهائل في ميزان القوة المادي والعسكري ورغم ما يرتكبه العدو من جرائم إبادة ومجازر هي علامة مسجلة باسمه في التاريخ إلا أن مجاهدين بعون الله وتأييده حافظوا خلال مئة يوم على تماسك صفوفهم وازدادوا قناعة بالدفاع عن أرضهم أمام عدو همجي بغيض فقدموا التضحيات العظيمة وسطروا ملاحما عز نظيرها في هذا الزمان وتمترسوا في عقدهم القتالية واستبسلوا في تكبيد العدو خسائر هائلة في صفوف ضباطه وجنوده وإن الملاحم التي سطرها مجاهدون مما أعلننا عنه وما لم نتمكن من إعلانه بعد ستخلد كواحدة من أعظم وأبدع وأعدل وأقدس المعارك في تاريخ أمتنا يا شعبنا العظيم يا صانع المعجزات يا أمتنا ويا أحرار العالم إن جل ما قاومنا ونقاوم به عدوان الصهاينة هو من صنع كتائب القسام من عبوات ناسفة ومقذوفات صاروخية وراجمات ومدافع ومضادات للدروع وقنابل مختلف أنواعها وبنادق القنص وحتى الرصاص وهذه الصناعات لم تكن لتجدي نفعا أمام الترسانة الأمريكية الهائلة القذرة التي نواجهها في أيدي مرتزقة الصهاينة في الميدان لو لا الصناعة الأهم التي نمتلكها وهي صناعة الإنسان المقاتل ذلك الفلسطيني المقاوم المجاهد الذي لا تقف قوة في الأرض أمام إرادته وإصراره على مواجهة قاتلي أجداده وآبائه ومدنسي مسراه ومحتلي تراب وطنه كما إن إساءة وجه هذا العدو وكسر عدوانه لم تكن لتحدث لولا عطاء وصمود وعظمة شعب حر كريم شامخ يجود بكل عزة وكبرياء بكل شيء ولا يعطي الدنية في وطنه وأرضه ومقدساته فماذا ستفعل تكنولوجيا الصواريخ والدبابات المحصنة والطائرات الحديثة بأسلحتها الفتاكة أمام قوة إيمان مجاهد يمكث شهرين وأكثر في عقدته الدفاعية وموقعه المتقدم منتظراً الظفر بعدوه وتنفيذ مهمته محتسباً كل ذلك لله مؤمناً بعدالة قضيته وإن شهادات مجاهدين الأبطال العائدين من خطوط المواجهة في شمال ووسط وجنوب القطاع تؤكد مدى بطولتهم العظيمة وإيمانهم الكبير بمعركتهم واستبسالهم في الدفاع والهجوم والتصدي وهم في المقابل يعودون بشهادات صادمة عن ضعف إيمان ودافعية الجندي الصهيوني والمرتزقة اللمم وكيف يجرون إلى القتال جراً وكيف يبكون فزعاً وجزعاً ويفرون أمام مجاهدين رغم كل ما يحملونه من سلاح وعتاد وغطاء ناري ضخم وإن ما يعرضه جيش العدو وما يعلن عنه من بطولات موهومة لجنوده هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطيني يا شعبنا يا أهلنا يا أمتنا يا كل من يسمعنا إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وبعد مئة يوم من المعركة والمواجهة ومن التصدي للعدوان نؤكد على ما يلي أولاً إن معركة طوفان الأقصى هي معركة الكل الوطني الفلسطيني يقاتل فيها شعبنا بكل قواه ومقاوميه في خندق واحد وإن أي حديث سوى وقف العدوان عن أهلنا ليس له قيمة في مسار هذه المعركة التي ستتوسع يوماً بعد يوم وتحرق هذا العدو وكل من دعمه وسانده وأعانه وإن أهداف العدو قد تكسرت على صخرة صمود شعبنا ومقاومتنا فها هي قيادة العدو المتغطرسة تتجرع الألم وتغوص في وحل الفشل والإخفاق فلا التهجير الذي يحلم به قادة الحرب الإرهابيون تحقق ولا التدمير العشوائي يحقق أو سيحقق لهم سوى الخزي ولا هم تمكنوا من استعادة الأسرة كما سقط القناع عن هذا الكيان النازي البغيض الذي ارتكب محرقة ضد الأبرياء صنعت له عدوا ومقاتلا حاضرا ومستقبلا في كل بيت فلسطيني وعربي ورسخت صورة الاحتلال البشعة أصلا لدى كل حر في العالم ثانيا إن ما يعلن عنه العدو من إنجازات مزعومة حول السيطرة أو تدمير ما يسميه مستودعات أسلحة وما يطلق عليه منصات صواريخ جاهزة للإطلاق وما يزعم أنها أنفاق بالكيلومترات هي أمور مثيرة للسخرية بالنسبة لنا وسيأتي اليوم الذي نثبت فيه كذب هذه الدعاوى وعبثيتها ونود أن نقول بشكل مختصر إنه قبل السابع من أكتوبر وضمن خطة العمليات لم يكن هناك أي مستودع أسلحة للقسام في أي مكان في قطاع غزة ولا يوجد لدينا منصات صواريخ مذخرة كالتي يدعي العدو أنه دمرها ويعلن عنها كما لا يزال لدينا الكثير لنقوله للعدو وللعالم في الوقت المناسب أما فيما يتعلق بموضوع الأسرى الصهاينة فنريد أن نقول إن مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا كما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة وقيادة العدو وجيشه يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الملف ثالثا نحيي الأيد الضاربة الوفية من مقاتلي أمتنا في لبنان العطاء والبطولة وفي يمن الحكمة والإيمان وفي العراق وفي كل ساحات أمتنا وننعى إلى أمتنا شهداءهم ونبارك جهدهم وعطاءهم والعالم يرى كيف هرعت قوى الظلم وشكلت التحالفات واستدعت زبانية النفاق والغطرسة لضرب وتهديد من ينصر شعب غزة بعد أن عبروا عن تضامنهم ونصرتهم بما يمليه واجب الأخوة الإسلامية والعربية والإنسانية وبعد أن وجهوا للعدو ولمن وراءه ولا يزالون لكمات كبيرة وضربات مباركة وقوفا في وجه المحرقة النازية الصهيونية ضد شعبنا وأهلنا وإننا إذ أبلغنا من جهات عدة في جبهات المقاومة بأنهم سيوسعون ضرباتهم للعدو في قابل الأيام في ظل استمرار العدوان على غزة فإننا لن كل ولن نمل في دعوة كل أحرار الأمة أن يهبوا لنصرة أقصاهم ومسرى نبيهم الذي يسير الصهاينة المجرمون في خطوات عملية لهدمه وإقامة هيكلهم وهو ما أخرناه بدمائنا في غزة منذ مئة يوم ولأجله كانت ملحمة السابع من أكتوبر وعلى كافة مجاهدي شعبنا العظيم أبناء العرور والعياش والكرمي وطوالبة في ضفتنا المباركة وكافة مقاتل الأمة الذين بقيت دماء عربية ومسلمة تسري في عروقهم أن يلتقطوا هذه اللحظة التاريخية ليقولوا كرمتهم للعالم ويوقعوا انضمامهم لطوفان الأقصى واعلموا أن كابوس الزوال الذي يعيشه العدو يهرول إليه قادته النازيون بأرجلهم نحو قدر الله المحتوم بدحرهم وتتبيرهم رابعا نرى أن من واجبنا الجهادي والديني أن نحيط ملياري مسلم في العالم لأن العدو الصهيوني وخلال مئة يوم دمر معظم مساجد قطاع غزة ودنس وأحرق وجرف تلك التي وصلت إليها آلياته على الأرض وأوقف الأذان والصلاة في حرب دينية واضحة استكمالا لما بدأته عصابات الصهيونية الدينية من حرب على المسجد الأقصى وهذا هو نذير شؤمن ودمار على هؤلاء القتلة النازيين إذ لا قبل لهم بالحرب على الله وهذا ثابت بنص التوراة والإنجيل والقرآن لكنها دعوة أيضا لكل مسلم على وجه الأرض أن يعي طبيعة الصراع وخلفياته وطبيعة هذه الحكومة الصهيونية المجرمة سليلة عصابات الهاجانال إرهابية وإن أضعف الإيمان لمن عجز عن نصرة الدماء البريئة أن ينصر دين الله إذ هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فالتقم صلوات القيام والقنوط في هذا الشهر الحرام في كل مساجد العالم ولترفع الدعوات لرب العالمين بنصر عباده المؤمنين ودحر وتدمير المجرمين المعتدين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ختاما يا شعبنا العظيم الصابر المرابط مئة يوم وما كلت عزائم مجاهدين وما لالت لهم قناة وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا مئة يوم وشعبنا العظيم الأسطورة يقف شامخا على أرضه رغم الألم والجراح ويسطر أروع ملحمة في الصمود والتحدي والكبرياء ويرابط على ساحل من سواحل الشام متمترسا على ثغر عسقلان متمثلا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم مستضلا بأجلحة ملائك الرحمن فطوبى لكم يا أهل غزة وطوبى لك يا أرض غزة يا خيرة الله من أرضه ساق إليها خيرته من عباده فترقبوا نصر الله القريب ووعده بالفتح الكبير ودخول المسجد الأقصى المبارك يقينا بالله وثقة به وإن فجر الحرية لكل شعبنا يقترب بأمر الله ولن يضيع الله جهاد ودماء وآلام أهلنا وشعبنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته